هذا وتتواصل فعليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% هذا شادر من مئات شوادر مبادرة كلنا واحد المنتشر على مستوى الجمهورية التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين برعاية رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفرة كبيرة من المعروض الذي يتسم بالجودة العالية وأسعار مخفضة تصل لـ 60% المنافذ أو الشوادر المتواجدة هنا بتحدث نوع من أنواع التوازن في الأسعار الجغرافي في المنطقة بالكامل على سبيل المثال يعني لو أي منتج بيناه هنا بسعر مخفض فلازم بنلزم اللي حولينا كلهم يبيعوا بنفس السعر فهي بتقوم بدور كبير جداً أن لو أنت نازل من بيتك جنب السوبر ماركت بتلاقي أن السعر تغير تماماً أول ما مبادرة كلنا واحد بتبقى موجودة بشوادرها في أي منطقة احنا عاملين تخفضات بنسبة 30% على السلع أولاً احنا عندنا السلع الحمد لله مستقرة جميل جداً جداً سلع الأساسية خاصة أن احنا بننتج السلع الأساسية لو بيساركه كل مواطن مصري بيخش كل البيوت المصرية على بعض أمطار قليلة من الشادر أحد أفرع السلاسل التجارية الكبيرة المشاركة في المبادرة وذلك ضمن 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والتي تستمر فعليتها على مدار شهر خصومات كلها موجودة في جميع الأقسام أقسام الخضار والفكهة أقسام الطيور الفرش أقسام اللحوم البلدي أقسام البقالة كل السلع الاستراتيجية حتى أقسام المنزلية والأجهزة الكاربائية عليها خصومات وخصومات عالية جداً بتوصل لـ 50 و60% إقبال كبير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها في ضوء هذه التخفضات الكبيرة التي خففت كثيراً من الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية بخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ومتغيرات دولية تؤثر على الاقتصاد الوطني كل حاجة بصراحة جايبة لنا الخيصة جايبة مكرونة وجايبة رز وجايبة سكر وحط رخيصة جداً طبعاً حاجة جميلة وحتى الزيت يعني أسعاره حلوة عن بره كتير يعني الحاجة فيها ثلاثة جنيه واربعة جنيه يعني حاجة حلوة يعني والله الأسعار قويسة وهي نشوع عن بره كويسة والحمد لله كل حاجة موجودة السلاسل التجارية والشوارد المختلفة المشاركة في مبادرة كلنا واحد تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها وبالتخفضات المعلن عنها والتي تصل نسبتها إلى 60% بهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المواطنين